المساحة من البقعة المنازحة كاملة مئتين وسبعات القطارات أما البقعة المنازحة وهي موجود في أجل تونس لدينا دوار أولاد أبو طيب جماعات عيد فالي انا أخرج وزال كنتي سعقنا فيها اه عامين وانا سعقنا فيها من أعطتني المحكمة الحكم النهائي كانت دعاني كانت جدعاني باش يخرجني باش يقول لك أردو مني وصلنا للمحكامة نصفتني للمحكامة الحمد لله اعطتني البراءة من الترامي وعطتني تعريف بعدم التعرض والاستيناف ما كينش والنقد ما كينش مشيت طلبت طلبت باش ندير تنفيذ على ذاك الحكم قالوا لي احنا الدولة ما يمكنكش تنفيذ علينا سيري لبلادك مشيت لبلادي استقريت فيها هي فوت استقريت فيها ولا تيجي تيهددني تيهددني هو واحد عام السلطة كلها سبتواحد لا تسمي شتاء واحد اسمي ياس عام السلطة اي عام السلطة اكتسي بها داري يدو في يدي واحد عام السلطة علما ان دك عام السلطة هو اللي ورني الارض ديانا هو اللي قال ليها الارض اللي تتبحت عليها للا داري يدو في يديه وقال وبقتي يجيهددني هو وياه كلها سبتواحد جيين عندي اما تيهددوني بالجدرمية ولا تيهددوني بالقايد ولا تيهددوني بالدومين انا ما انا يا شفوني ما ديتها شفت دياله بحيث عندي حكم ديال المحكمة عندي كلام دلقانون انا كنت معامل وقتها اختم الملكية عندي الملكية عندي الايراتة عندي 12 شهد انا عندي واحد تولاتي الملكية والايراتة و12 شهد ديرينهم جدودي تيهدوني 12 شهد تيهدوني بان الناس اللي في ذيك الايراتة هما الملك الصحح ذيك الملكية وفي المحافظة هذه القسمة جدتي محتوطة بهذه الملكية في المحافظة في المحافظة محتوطة باسم جدتي لان الارض تيتر هذه بقعة من الارض ديال الجدي الكبير اللي ورثتها جدتي منها ومعايا ورثت اخرين تهو مشرعيين معايا في الارض مشغي بوحدة معايا ورثت اخرين ولكن الوطاق والايتبات وكل ما يفيد بانني انا وريطة شرعية ديال هاداك الملك عندي بالاحكام بالخبرة اللي اعطتها المحكام وتبتتها ملك خاص بالحكم عليه بالتهديد اللي يتبت عليه لانه وددني بالعافية وشعلها فيا وعندي شكاية هاي بقى مفتوحة في التحقيق غين عارف شكون وكل شي هاد الشي يدو فيد شعلوا فيك العافية ما خلوا لي ايوالو شعلوا فيا النهار اللي خلصت الخابير بالثلاث لاغد ليه في الصباح صفحات شعله فيا العافية ما عايتو عليا تلال الحداش النهار عايتو عليا حيث انا كانوا عارفين اني ببيتاش في الخيمة بيتها هنا في الفيلاج وعندي الناس اللي شاهدين بانهم اركبوني معا الحداش النهار هوا ما تريفونه عندي قالوا لي اوتم ما بغيتين احنا معاك جبنك بالليل وبالتفعين تفالي ماشي انتي لي شعلتي العافية وعندي الناس اللي شافوها مع الربعة تصبح مني شعلات مع الربعة تصبح قالوا لي يا ربعة تسح من انتي تحرق لي الفراش تحرق لي الزرع تحرق لي تحرق لي حويجي كاملين تحرق لي الزيت زيتون حشك كليب كان عندي تحرق جا جا عارق التحرقات خلوني اك巴ك أسك، أسك أسك زياد على داك الشي جوج حمير حشاك هم جوج بهيمات كتنعو لúde متماسقي من تحت الانطرة حيتا نقرب الانطرة تلتي يام ونا تنقلب عليه نالي لقيتو لقيتو مسكين واصل دلس واحد اربع عشرين ساعة وتوفى وقجوني دخلوا عليا هجموا عليا قجوني وحاولوا عاو تاني حرقوني حاولوا مخدم الخدمة ديالو حاولوا لي حرقني وتابت عليه داك الشي تابت عليه ها هو اخوة السيكتور مبقاش هنا تنديل شيكاية تين كرو تين كرو حيت ما عنديش شهود ليش هدو معايا تين كرو تين كرو تتحفظ انا عندي كل شي تين كرو حيتا نتعرقلوا برانية قلوا حمقا قلوا بلا قلوا جميع الاوصف جميع الاوصف اعطوها لي جميع الاوصف اعطوها لي مع العلم انه ارض جدود مع العلم انني انا جاية بخطة تابتة من الرباط بخطة تابتة بانني نجي لهاديك البقعة للمساحة ديالها ثلاثين قطار ما بين الشاوية ما بين سيد اردوان وعين دفالي انتبت في هالنسب ديالي والدولة ما عندي معاها مشكي لغا تردلينا رزقنا كامل ودكش اللي يدرتش وهدو كمالاجراءة اللي غدا بهم حتى تفاجأت بهاد السيد هده دعاني بشيكاية كيدية قلليك غنقتلو قلليك اديتلو الحقار ديالو ما حرفتش انك يوصل الحكم شكونوا يقتل انت عالقص انا غنقتلو اه انا غنقتلو لي عايشة بوحدة اه اه انا هكا غنقتلو هو انا غنقتلو الدرجة انه الحكم اللي تبت عليها انا موصله النقد ب بلواتا في التاريخ المحدد في اه بجميع بجميع اللوازيم القانونية موصله ده بالنقد رغم ذلك جاب عليها تنفيذ ولحن نهار الخميس للزنقة في الاول عمومية وبالجدرمية وده بانا فوق سطح اه الخميس او البارح او البارح او البارح كو ما قد يشغل نزدارو فيك الخارك وعن تكونك زنقة كراري الله يتف الزنقة دي راح الشباب ميكا او بكواش او بادك في الزنقة او جاي من الرباط ما شيزع ما بنت هنا او لا جاي من الرباط انا انا يا انا يا انا عندي نداء 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 اولا لسيدنا الله ينصرخ الله ينصرخ وخليه هنا وعلي علامه وصي الحموشي وصي الفتيت وصي اخ النوش جميع جميع المسؤولين جميع المسؤولين المهتمين بسلامة هاد البلاد وبظنقة ديالها انا مضرورة انا بحقي والترميط للزنقة انا خرجوني بتزور وعندي اتبات بان دك الشي مزور حيت بقى عندي متابعة مع دك السيد في المحكامة وتو بيتي علي التزوير من طرف النيابة العامة ماشي انا الواكيل العام المحكامة السينة في ديال القنيطرة تبت بان دك الوات اللي عندو مزورين ماشي انا وعندو متابعة ماشي انا انا اللي تبت عندو التزوير وهكاكو بدو قلورة خرجني وشردني وهنا مرمية هنا مرمية هنا مرمية هنا مرمية بغيت يشي تحقيق معمق هاد الميلة في اوستيتا انا انا ماكراتش ماكراتش تجي لجنة لجنة خبيرة بالعقارات لان انا لاني ماشي غي عائلتي اللي ضايعا هاد المنطق ادل غرب كاملة من الملال حدي سوء الاربعة انا بعدها عندي ملكية ديال جدي القصلي من سوء الاربعة الملال لحدي سوء الاربعة حتى الخرجة ديال انترادوان درداد ديال سيديردوان فيها عشر علاف قطارات مقصومة لكسد الولاد اللي تي تسمى ولاد علي ولاد علي العتماني حي لانا جدي كان مشيخ الشيوخ جدي من الشرفة ديال من الشرفة العلوية لحنا من الشرفة ديال هاد البلاد هادي حنا درد ضمانة جدودي حنا مليع بس لمشي جدي 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 مي حنا كل شي هاد الشرفة ديال وانا مستري هاد ريضية حرة جدي كان قيد القياد عندي البيعة ديال السلطة المليه الحسن الله يرحمه جدي سيدنا عندي البيعة دياله وعندي ظاهير عندي ظاهير ديال 2018 تعطى الجدي الجدي اللي أنا وارت فيه ظاهير ديال 2018 هاو عندي وعندي جريدة رسمية فرنسية ديال جني ناردوغول بأن جدي كان في المقاومة وعندي هادشي تنهضر به وتنطق به عندي لأدي اللب في المنطقة عندي جن جوغنال سوك خي فرنسيز ديال فرنسا جبته من فرنسا بالتصالات اللي تنعرف وجدي من المقاومة اللي كانوا من قديم مشي عاد مشي عاد وحدة من الأحفاد ديالو أنا مشي غير أنا اللي مش ردا عندي وحدة من العائلة ديالي مسكنة تتسعة 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 في البلاد تتسعة في ديور للنس اللي وكل الليها أرضع وقاس لها ملده وعندها بنت مختلة حاليا ما كي لا اهتمام السلطة ما كي لا اهتمام ديال العائلة راكم عارف العائلات كل التي اديها فهمه هدا علام كل اديها فهمه هاتسي اللي عندك مع النزاع او هاد الناس اللي عندك مع النزاع واش تستغلوا مثلا ش السلطة عندهم عندهم أنا سمعت بان عنده سلطة ديال شكارة بعدها ديال ميتين درهم لأنه شاري شهود ميتين درهم كلهم تبيت انهم شهود الزهر لأن غدا قاون السلطة اللي يجمعهم ليه باش يشهدوا معاه علما انني متن عرفهمش وما سكني اش حدا يبعاد انا منعاز لك نسكن فالبلد ديال منعاز لبعدي تانيا عنده سمع لما سمعت عنده يد خفية جاية منرباط يد خفية منرباط شي برلماني ولا هدي انا متن تمت واحد هدي اشعة الدور بان عنده يد خفية منرباط زيادة على الفلوس اللي عنده تانيا انشرة الارض ديالنا كاملين اللي هنا كلهم لبقوا عشرة هم حيت عنده الفلوس حيت عنده الفلوس انا ما عنديش انا رجلي كان عقناوي كان عقناوي في السواقة اسمته مليعلي ما خلالية لما انضالة ولا خلالية غوحد السكينة كنت كارية هده برا خاوية انا ما عندي غل الله ورزق جدودي اللي جيت ناخده باش نعيش بيه تنطلب انا اللي تنطلب تنطلب السلطات الخاصة بالعقارات ديد دخل هده المنطقة حيت هده المنطقة فيها بزف ديال الخروقات في المحافظات القلب ورات الاصليين في التترات من تجيل الوائح القلب الراني واللي مستعمرها الواريد مشد منها تشبر وحتى هده حال الكروكي تمالي تحدد المساحة الارض هذا الكروكي هو ديال البلد ديالي اللي أنا دا بخرجت منها الكروكي اللي معتمد في المحافظة في الجماعة وفي القيادة هو ديال البلد اللي أنا كنت فيها بقي فيها اسم الجدود أنا تنديل الإجراعات باش نسقط جدودي أنا سقط جداتي ها هي جبت لها وفاة جبت جداتي الوافاة ها هي سقطتها وخاية ما مقرخاش سقطتها ها هي جبت خديت ورقة إدارية لأنها غير مقرخة ها هي شهداد الوافاة الدمي ها هي عندي ورقة إدارية أعطاني الشيخ ورقة شهداد سكنة أعطاني الشيخ في البلاصة في كتاكنة ها هي إفادة الشيخ ها هي عندي كل شي الأواني الإدارية أنا ما عندي التشخ ورؤات إدارية أنا غيم ضلومة بالفلوس أنا عندي مطالبي عنون لأنني ما كانش عندي القانون كل المخزن هو اللي يربيني هو اللي يربيني المخزن بلدت واحد غايقول لي يجيل بلدت الناس وتدقلي ديالكم هو اللي هو اللي أنا بالعكس المخزن حاضني والدولة حاضناني وتدفع لي على رزقي أنا عندي مشكل مع الناس في مراتب دونيا دونيا في السلطة دونيا في السلطة وتدخرب ما هو شرعي وما هو وائعي أنا كنت سكن في دوار ولاد بطيب حدال انت راديو الوضر دات ولادخلت لجوجل غطلق الاسم ديالي بائف الاسم ديالي بائف سكنة ديالي اللي كنت سكن فيها إلا دخلت لجوجل ماب غطلق غين هالخميس لدخلت لجوجل ماب غطلق نبس سكنة ديالي بالاسم ديالي في الموقع حدال انترة ودردات المسمى حاليا انترة ودع ماما هي اصلا انترة ودردات حتى الملامح كلمة اخيرة ترجيحها السادة ندألك يا سيدنا ندألك يا سيدنا ندألك ندألك يا حموشي ندألك يا أخ النوش ندألك يا يا أكبر يا أكبر مسؤول يا رب العالمين يا رب العالمين بقى عحقي وبقى قل ورد جدودي نعيش به أنا أخوتي وأنا أولادي وأنا والوراة المحرومين رمشي حبوحدي رمحرومين ورات أكبر اكتر رفيهم رفيهم لتيسعى فيهم لتي يعطي ديه هكا هكا تعطي ديه للناس اللي مستغل له بلاده أنا دابا عندي ملكية بالشهود بالإيراتة بكل شي فيها ميتين وسبعة ضير القطارات ميتين وسبعة سبعة كبيرة كبيرة للوراة كلهم كل يدرز أو يعيش مخير ماشي غيية لكينا كينا ميقينين أراضي أخرين غير هاد الأرض هدي كبطاعة تعريف باش ناخده جميع الورد اللي خلال نجدنا حنا في هاد المنطاعة نسمى ولاد علي وعلي خلت لساد الولاد أنا بنت واحدة منهم أنا بنت محمد الشيخ العتماني وولد علي واحدة من أحف من أولاد علي اللي واريد شرعي في هاد المنطاعة لا بحالي أنسك نفرت سطحر وكان مقلش الناس أكو ما كانش الناس كراني في الزنقة كراني في الزنقة أولا محيوزة عند عند شي واحد يدير اللي مني حرقوني تحاديد في القهوة مني حرقوني تلت شهور وأنا في القهوة وانا في بيت في قهوة سيد دار في اخير جالي يقلسي ربيعة حتى حتى النهار اللي فرج الله ورجعت للبلاد مني رجعت للبلاد عودتاني هاو لا تحرقوني يا جميع الآتات كل شي حرقوني يا بقيت حتى كونت راسي شي شوية عودتاني وصيفت لي يا أخوتي شوية الحويجات وشوية الفراش وانا رجعت مني رجعت بنيت بالطريقة التقليدية مني ملقوا محر وفي الطريقة التقليدية داروا الطريقة الأنونية والغير الشرعية يسمون هكذا شي كامل باش يديقوا لك باش نخرج قجوني عندي شواهي طبية هنا ما بقيتش ان اكل حرقوني وحوتاني حرقوني وقجوني وضربوني مع التراكتور حيت تحرط ليهم اه هزو علي يا الزبارة جاو تي حرقو لي يا عوتاني يلحط بغي مؤخرا بجاو بغاو يضربو لي يلحط بالتراكتور غاد وغسوا كل مترامين على البلاد ماشي حتى المشتاكي حلبيهم تقريبا اه شا هنقول لك اه اه بلانا نعرف عددهم هذهaman مانطقة تخريبا فطالة مانطقة تكرين فطالة اما هل they are ическая الآخر اخوه والده ومراته. المرة الي مربعquarters قلي كوارتها عطيها الارض. هو غيموته بالنية قلي كواريت. غيموته بالنية. غيموته بالنية. وقاللي كواريت. وهو التانية منخرة. الي عندي هالظهير المزور ديال الحسن التاني التي يدعو بان هو ظاهير ومش يظاهير هو غير غير تطوع ديال المسيرة. في تطوّع المسيرة يردوه ظاهير وتبناوا به الأرض للدولة وخلاوا موالي الأرض متشردين خلاوا موالي الأرض متشردين أنا تقولها ونعودها رد ظاهر ديال الحسن الثاني اللي تدعو به في هذا المنطقة مو زوار عبارة على على تطوع اللي كان في 75 ديروا الحلم غفور للحسن الثاني اللي بغى يمشي المسيرة وتتأيد تعطوه فيه شي فيه الصورة ديال الحسن الثاني اللي يرحمه وفيه المؤابل تتأيد لبيانات ديالك يعني رك تأيدتي وغادي للمسيرة الخضراء هادك هو اللي داروه ظاهر وفرقوا به البلاد استغلوا بها استغلوا به البلاد واستغلوا به تذيك الفترة العقل ديال المالك وديال الماجا وراه مع الصحراء والنواب ديالهم دارو ما بغاو بالتأيد بكل شي كلمة آخرة وابس نقطعها في البت المباشر ونتمنى الرسالة زيرك أخصي رابعة توصل للجهات المسؤولة والناس المهتمين والمسؤولين انا تطلب غير غير رح انا ردوه احنا الدولة مدت لنا والو احنا الدولة مدت لناش بلادنا احنا الدولة مدت لنا احنا بلادنا مشت لنا غيب التصوير واحد من الواراتة ديال جدي من جيد جدي اخده الاسم ديال جداتي وزور بيها وهو زور بيها باش ياخذ الأرض تساع حصله في واحد البؤعة صغيرة وما تبقى ترامع لي شكراً شكراً ونتمنى انتمنى المسؤولين يتحركوا نعم حيث هاد المنطقة هدي را منطقة سوداء لا يوجد حماما سيدنا لا يوجد حماما لا يوجد نعم دراسة لا يوجد تحركوا تدراري لها ورأسهم يقلسوا وتتعيوا وتمشوا المخدرات ولا يمشوا يخدمون في الحشيش ولا يمشوا للحباسات ولا يهازروا يمشوا يخدمون في مدن أخرين وتمشوا والديهم ويخلوا بلادهم شكراً شكراً وكيني دراري أريان أريان ودايعين أريان ودايعين ديرين رجل فوق رجل في القهوة واللي ما أريان شدين الجماعة وشدين القيادة واحد عد عد واحد لو قدم مؤخرة شتولة كانت يسرح البغن تبعين يشري الباين في الاصواع وقالوا لي را مقدم ولا مقدم كيفاش واحد أري وعياف قرايا وحفع له بالتفكير وحفع له بشحامل حاجة وصحته وعينيه والأسدي دير للقنو الدروس ويجي واحد ما أري مواله كانت يبيعوا يشري في البهايم في الغنم ويقول لي مقدم وياخد مصير أم بشعب ويخدمهم بالضريبة الدريبة أشنا هي فهو حاك حتعرفين اللاباز ديال هات الشكلو مخواخ لاباز ديال هات الشكلو مسواس لاباز ديال هات الشكلو ما عندو ساس لي درو هديزا والله ينصر صيدنا والله يبيه لحق هذا ما تنطلب والله يبيه لحق أنا تنطلب غفح والله يبيه لحق ولا أبغيت إثباتات وتاقي وراء كل شي عندي عندي الملكيات وعندي إيراتها وعندي التيتر وعندي الدوسة في المحافظة اللي بحت عليها غير أقد هكا عنوصلوا معك إن شاء الله ونتابعوا معك الجديد ديال هاد القضية هاد وهاد العقر فين عدو صل إن شاء الله يعني بقى عندكم الدعوة في المحكمة أنا دا بعندي هات سيد اللي دا بخرجني من البلاد بقى عليه متابعة متابعة بتزوير الموتبات من طرف النيابة العامة من طرف الواكيل العام ديال محكمة استيناف ديال قنيطرا توبيت عليه التزوير وبدو كل وطع اللتي توبيت عليه التزوير نفيد عليه لي لا حول ولا اقتلا بالله يعني علماً إن القذية بقى في النقد ها بقى في النقد أنا دفعت النقد في التواريخ في التواريخ الأنونية ها كتب في النقد وخلصت على كيس أت علماً إن الدعوة بقى في النقد فلح، أننت؟ هاي شخص تدمير م εκيش علماً egy بقى في المحكمة ونفدولك ونفدوللك ونفدولي ونفدوليا انا بغيت لعرفة ان كي دايرة تنفيد بوراق مزورين كي دايرة تنفيد تخرج المالك من الملكه وتعطيه الواحد نصبين عليه بيعيليه نصبين عليه في ارضي بيعيليه بكونترا ويأخذ لي انا الملك ديال جدودي خاص انا دي اللي ما بغاش تدخل لي الراس وعندي تعريف وعباد الله عندي تعريف من نيابة العمّة بعدم التعرض وعندي براعة بأن ديك الارض ما مترمياش عليها واريتها شرعية فيها نقلس فيها ف.. كيف اسمية هذه الأرض لموضوع النزاع? هذه الأرض البقعة لموضوع النزاع مشرعة الفاسية اللي موجودة في دوار بلاد بو طيب الدوار كله على أرضنا ديك البقعة اعطينا العنوان الصحيح ديالها العنوان ديالها بقعة كينة دوار بلاد بو طيب جامعة عيند فالي قيادة عيند فالي اه بخصيدي قاسم محسوب على السيدة قاسم والبقعة اللي خديت انا طرف من بقعة كبيرة لان ماشي بوحدي فيها فيها الشياع نعم نعم كبيرة فيها خمسة وستين قطار هذه غير قسمات جدتي فيها جوج قطارة تونس لا بخرجوك منها مرة مرة لا باش طبوعلي اياه بغاي بسحوني بالقومة وما مكروش وما بغاي قطلوني حارقوني بغاي قطلوني لا حاول ولا قوتين بالله نحن انا جنا عندكم استمماعي الصوت دي راكم ونبلغوا الرسالة دي راكم ان known for chili عندنا أجابه في القضاء انا تمامом ب Gods عندنا كامل تقا في القضاء على العبحت في القضاء اولي نيلا أنت هي ق Hoghan ولكن ما يضحش ليه رسحي. عدنا كامل ثقة في القضاء بانه آآ عايب حد في القضية والقضاء نازه اللي عندك شي دالي او شي تتبيت آآ الحق ديالك رك عاد تاخد الحق ديالك مهما طال الزمن يعني وخيط طول فترة ديال التقاضي ولكن عادي تاخد حقك عدنا اليق ان شاء الله تعالى بانه عادي رجع لك حقك وحنا عنا نتبع معك هاد الميل فهدا في كل جديد خبرنا ونتنقلوا عندك كيف مجينا عندك اليوم ونصل الصوت ديالك ولمعاناة ديالك وكل مظلومين والمقهورين والمحرومين شكرا لكم مشاهدين متابعين الى هنا اودعكم على امل لقاء بكم في بات مباشر اخر ان شاء الله للحال انتم ما تتشوفوها راي فستحك في موقع تلكم متابعين ومشاهدين شكرا لكم والى لقاء في بات مباشر اخر ان شاء الله